موسيقى يقولون في لغة السينما والأفلام والمسلسلات أنا يوم بنبدأ بنقول 3-2-1-Go أو أكشن وأكشن اليوم مختلف أكشن وتجربة يديدة في برنامج المذيع أتمنى إن شاء الله تكون تجربة مثيرة ومفيدة وجميلة بالنسبة لي أول مرة أخذ التجربة وأبغي أخذها بكل ما فيها من تحديات وكل ما فيها من أشياء حلوة وكل ما فيها من إيجابيات وبما أن ضيف اليوم إنسان متميز كالعادة وسيطه ما شاء الله عربي وعالمي كالعادة فأتوقع هذه الحلقة بتكون مدمرة معك كالعادة ضيفي اليوم مشاهدين في كل مكان وأشكر أوان على رعاية هذا البرنامج الجميل والمبدع والجديد ضيفي طبعا دكتور أحمد عمارة ضيفي استشاري صحة نفسية حاصل على الدكتوراه في علم النفس من الولايات المتحدة الأمريكية درب أكثر من خمسمائة ألف شخص في العالم العربي وحصل على العديد من الجوائز كأفضل شخصية مؤثرة في المجال النفسي ويتابع على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدين أكثر من سبع مليون مشاهد ونمسك الخشب والله يزيد ويبارك وطبعا قدم العديد من المحاضرات الجماهيرية ومنها على سبيل المثال مو بالحصر طبعا محاضرة السلام الداخلي في مبادرة مدرسة الحياة لنظمتها وزارة السعادة بدولة الإمارات وطبعا لتجاوز الحضور فيها أكثر من خمس تلاف هذا هو ضيفي ضيفي كان بالنسبة لي في يوم الأيام حلم يعني كنت من مرحلة عملي في المجال الإخباري وأنا أتمنى أقابل هذا الإنسان شخصيا لأنني أنا شخصيا تأثرت به كثير من أشيائي وتفكيري وتجاربي في الحياة تغيرت بناء على الفيديوهات التي كنت أشوفها وأتابعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها فالتقيت وياه في 2019 من خلال أحد البرامج في مؤسسة بيلي الإعلام وعقب ثلاث سنين ونص يتجدد اللقاء في برنامج المذيع نورت الدنيا دكتور ربنا خليك نوريك سامحة ربنا خليك رب أشكرك المقدمة دي وبالعكس أنا أنا يعني سعيد ومتشرف بهذا اللقاء والفكرة الجديدة دي بحيثنا بنتكلم بساطة أحمدي بهدوء بموضيع إن شاء الله تكون مفيدة للناس بإذن الله يمكن موضوعنا اليوم مشاهدينا ويعني موضوعه يمكن يكون غريب وقريء في الطرح أو جريء في الطرح لكن حلو إنه نحن أما ناخذ الموضوع من زوايا ما نركز على الزاوية العمية ونترك الزوايا الثانية المفروض نحن ندق عليها أو نناقشها في ببدأ موضوعي من مقولة للإمام الغزال يقول من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج موضوعنا مثل ما اختار الدكتور العنوان هو علاقة الفن بالروحانيات سؤال الروحانيات والدين كأي دين لا علاقة بالفن؟ نعم ديننا كله فن اللي يعني يطلق العنال لخياله في هذا الكون بيشوف أن رب العالمين أبدع في كل شيء ما خلى الأزهار بلون واحد خلى السماء فيها الأزرق وفيها الأبيض البحر فيه تدرجات الطبيعة كلها ألوان درجات الأخضر الجبال الصحارة يعني وطبعا الإنسان المتفكر هو اللي بيفكر أن ديننا كله فن ولا إيه رأيك فنان طيب أنا حبيت أسمي الحلقة تذوق الفن يزيد الروحانية لأن بعض الناس للأسف في الزمن اللي احنا عايشين في ده أصبحوا مش فهمين معنى كلمة روحانية مش عارف إزاي يستمتع بحياته الاستمتاع العميق الحقيقي معظم الناس بيستمتعوا من على السطح بيستمتعوا بطريقة آآ بتفقدهم المعاني الحقيقية والمتعة دي أنا بيحب أسميها متعة بتروح بسرعة متعة سريعة وبالتالي بيبدأ الإنسان أسير أشياء كتير لأنه مش مدرك إيه اللي بيخليه يعمل كده فنتكلم في الحلقة النهاردة عن كذا موضوع عشان نوضح الصورة أكتر هو تذوق الفن بيزيد الروحانية نعم فنتكلم الأول عن الأحاسيس صحيح وهنتكلم عن الفن وهنكلم عن الروحانية تحبي نبدأ بإيه؟ الأحاسيس نبدأ بالأحاسيس أكبر خطأ وإعنى فيه لما الحضارة المادية الغربية أوهمتنا أن الأحاسيس خمس أحاسيس اللي هي الحواس؟ الحواس الخمس ويمكن هما بدأوا يقولوا لا ده بدأ يعني إلى الآن الناس مختلفة والعلماء مختلفين حتى عن تعريف معنى الإحساس صح وبالتالي بدأوا يطلعوا بعد شوية أنه لك لا ده هما واحد وعشرين لك ده هما ستة وكذا فكل فترة بيكتشفوا أشياء معينة ويطلعوا بأنواع أحاسيس أو حس ما كانش موجود قبل كده يعني هدي مثال مثلا إحنا عندنا حاسة البصر وحاسة السمع والشام والتذوق واللمس فلو قلنا النهاردة واحد بيسوق السيارة مثلا وعايز يدرك أن السيارة دي على بعد مثلا بعيدة عن السيارة اللي قدامي إدراك البعد ده مش حاسة البصر دي حاسة تانية خالص موجودة جوانا صحيح وبعض الناس بيشوفوا بس ما عندوش الحاسة دي فبيعمل حوادثة وبيعمل مشكلة صحيح في حاسة اشتغلت عنده أدراكة أن السيارة الآن بقت بعيد فيبدأ ياخد الحركة بتاعته صحيح لو أنا شايل كبايتين مهم أو زجاكتين مهم واحدة مليانة والتانية فاضية أنا بحس مين الفاضية ومين المليانة صح دي حاسة موجودة جوانا ده إحساس الوزن وهي آه إحساس الوزن مهم وده مش لمس ايوه فإحساس الوزن حاسة موجودة جوانا وإحساس التوازن أنا أبقى مدرك أن جسمي في وضع متوازن مش هيقع يمين ولا شمال ده إحساس مختلف صحيح ففي إحساس الضغط إحساس درجة الحرارة ايوه معايا فدي كلها أحاسيس مختلفة موجودة جوانا اللي بيحصل إن إحنا ما تربناش على إننا نستخدم أنواع الأحاسيس ونتذوقها لأن لن يستطيع الاستمتاع الحقيقي في الحياة إلا لاستخدم أحاسيس مختلفة تذوق وأشعل هذه الأحاسيس فيبقى عنده بنسميها رهافة في الحس يبقى مرهى في الحس وبالتالي كلما الإنسان عدد أنواع الأحاسيس اللي بيستخدمها كلما أصبح في درجاته عليا من الروحانية أكتر من غيره وده دكتور اللي خلي شخص مثلا يشوف موقف ويتأثر فيه والثاني يكون جبلة جنبيه مش حاسس بحاجة صح خلي بالك يعني لو ممكن ندخل من الحتة دي في حاجة مصطلح الآن بيتكلمه عنده أو التعاطف مع الآخرين يعني أنا بشوف أحيانا وعلى وسائل التواصل ما ليش أستخدم كلمة صعبة شوية مصيبة وكرثة كبيرة اللي هو إن أنا أطلع حد أعمل فيه مقلة بيأذي واتحك صحيح ده هو بيتقلم صحيح يعني أنا جسمي بيأشعر للشخص اللي تأذى صحيح والتاني عمال ياتحك صح لأنه هو ما استخدمشي الحواس عنده فأصبح عنده مشكلة في الإدراك فمش شايف الصورة كاملة هو لا يرى إلا ذاته وبالتالي بيتحك على ألام الآخرين وسرفها أيوة من الآخرين ومش مدرك حتى صحيح معايا فالنقطة الخطيرة دي بتأثر على المشاعر وبتأثر على عمق الاستمتاع في الحياة واللي بيعمل كده هم أكثر الناس إذاءا نفسيا يعني بيتقلموا نفسيا يعني عندهم مشاكل في الحالة النفسية يعني ممكن يحصل له اكتئاب يحصل له ضغط التوتر يحس بالوحدة يحس المشاكل النفسية اللي بيعاني منها المجتمع الآن كإحباط لو في مشكلة ما يبقاش شايف الحل بسهولة تلاقي الدنيا وقفه قدامه ويحس له متعرق المتخبط لأن المدارك عنده لم تتطور لأنه لم يستخدم هذه الحواس ولم يصبح مرهف الحس طب ممكن كل واحد غير مرهف الحس غير مرهف الحس يكون مرهف حس أه واللي خلاص هي طبيعة الله عليك هنتكلم إن شاء الله في حاجات عاملية خلال الحلقة يمكن أنا بحب البودكاست إنه معنا وقت طويل بقى مش حلقة تسويرا ونجري بشترة عزيزة والنقات سريعة فإحنا براحتنا فالحس أحلى حاجة فيه إنك كل ما تستثيره وتستحثه بيبدأ يزداد ويتطور بيعطيك كل ما تنكوشه يعطيك الله عليك كل ما تستحثه تستثيره يبدأ يزداد ويبدأ يتطور لأن العقل يبدأ يقدرك إن فيه حاجة هنا أنا مش روخي بالي منها فيبدأ يدي لها انتباه ويدي لها اهتمام فتبدأ تتطور وتنمو وتبدأ تتحسن زي بالزبط واحد ممكن يكون مثلا مش مش مدرك موسيقى معينة أو مش مدرك مثلا أنواع معينة الفن فلما يبدأ يهتم ويركز إزاي بيستمد يعني هادي مثال بسيط كنت زمان قبل ما اكتشف الموضوع ده قعد أبص على بعض اللوحات اللي بتتبع بقى القامة بأمانة مع الاحترامنا جميع قول مين المجانين دون ايه ده ايه اللوحة لانا مش فهم منها حاجة دي ومين المجنون اللي يدفع فيها الفلوس دي صحيح لما الواحد بدأ ينتبه بقى وفهم الطاقة وفهم إزاي غوص عشان اللوحة دي اللي عاملها هو عاوز يوصل حاجة في رسالة بيفن بالمدر بيجلك بيفن بيعمل فن يعني خلينا أول نحط احنا نتكلم عن الفن كتعريف سريع أن الفن برضو له مصطلحات كتير أنا هتبنى مصطلح في الحلقة دي أن الفن هو مجموعة من المهارات يقوم بها شخص أو أشخاص لاستثارة أحاسيس معينة وعواطف داخلك صحيح فعلا إذا تشوف تتأمل في الفن في أي نوع فن أنت تشوف هو يلامس أحاسيسك طح إذا كنت أنت ما تخس هاي مشكلتك الله عليك يبقى إذن اللي اللي بيعمل الحاجة دي هو عمل حاجة من وجهة نظره بيعبر بيها عن شيء نعم مش عشان أنا مش لقيتها مش حاسيسها ايوة اتكلم عنها صح غيري بيعود يتأمل وبيغوص لأن الحاسة دي اكتف اشتغلت عنده تنمت كل فترة من فترة طويلة وعدد من السنوات من الاهتمام بهذا النوع فبقى عنده نوع معين من الإحساس بيولد نوع ممتع انت مش دايقه وانا ما كنتش دايقه صحيح هو بيدوقه وبالتالي الفلوس قصاد المشاعر دي ملهاش قيمة ايوة صح خلي بالك اقولك معلومة خطيرة نفسيا فبقى اكتر الحاجات اللي الناس بيدفعوا فيها فلوس هي كلها مشاعرية كلها مشاعرية ايوة يعني ممكن واحد النهار دا يدفع مبلغ كبير جدا في بيت عشان هيدي له مشاعر يعملوا هو جوا او في سيارة علشان او في سيارة او في شنطة او في اي اكسسورات او حاجات ذهب والماز وحاجات كريمة اني في مشاعر انا واخدها هاي يعني هي مش المادة هي موراء المادة الله عليك الاحساس اللي انا هاخده ده ايوة انا مقدر قمته وبدفع عشانه فلوس صحيح فعلا فكل انفاق الناس في الحياة لو بحثنا في العمق حسيس ومشاعر فالنقطة المهمة ان انا وراه فن اه عشان كده كلمة فن كلمة كبيرة الناس حاصرين الفن في اشياء معينة هديكي مثال بسيط لو اننا هضى مسلا في بلد ما وعملنا اتفرج على شكل المباني ما ده فن عمارة طبعا فن بتاعنا عائلتي عمارة فن عمارة هيلكم فن بتاعنا عندنا فن فده فن العمارة والحاجات دي كلها ده فن رائع صحيح لما يكون في مطعم فن تقديم الطعام طبعا انتي بتتفرج على يعني بيقولك العين بتاكل قبل بتاكل قبل المعدة او قبل البطن مش عايف بقى المقولة الحقيقية فين بس المهم احنا فهمنا المعنى ففي حد قاعد فنان عمال يعمل فن علشان يقدم لي الطبق بالشكل ده صحيح فتلاقي في ناس بتحسوا الجو الفن اللي معمول في الديكور في المطعم او في المكان ده دي كلها خبرات يعني احنا مش روحين عشان ناكل صحيح اللي مش عاية بالك يا عمال عايزة بقى وانت ما كله هينزل في المعدة ويتهضم ايه ده ايه والي كل في البيت كل في البيت ايوة ده تعرف ان عنده مشكلة في الاحاسيس الاحاسيس بس صح ففن الرماية ماذا فن صح بيقول لك في ما تقولها بتقول ايه بتقول اه وانا كتبها عشان ما انسهاش اه ان بعض القولي فن فاجعل الانصاط فن ايوة ما هو الكلام فن والانصاط والانصاط كمان فن في ناس ما عدوش حتى فن الانصاط ومش عارف صحيح فبالتالي لما اعمل الانصاط الانصاط هو اول وسيلة لجعل الاحاسيس تاخد مساحتها في انها تنمو لانك تتعلق الله عليك يعني عارفة بيقول لك ايه الصمت في حرم الجمال معايا مش فكرة اخرائية جماله تقريبا الصمت في حرم الجمال فانا مجرد ما اصمت انا بسمح لانواع معينة من الاحاسيس انها تنمو وانها تتحرك وتشتغل فبوسع المدارك بتاعتي صحيح يبقى انا بيعلي الاحاسيس عن طريق ادراك الفنون لك هياصل الى مزيد من الروحانية ايه بقى الروحانية الروحانية كلمة استخدمت كتير وبتستخدم في فقافات كتير وبعض الناس بيحصرها في الجانب الديني انا انا غلبت وانا ادور تعريف اقدر اعتمدى للروحانية يعني حصلت اشياء الله عليك عشان كده الروحانية صح الروحانية لو دخلتي في كل دين هتلاقي ليهم تعريف مختلف صحيح وايه المقصود من كلمة ارفع روحانية ايوة لو قلنا ان احنا بنحس مشاعر معينة خلاص فاحنا عندنا نافذتين للاحساس نافذة الجسد وروح ونافذة النفس النفس حلو كده نافذة الجسد زي ما دوق حاجة حلوة طعمها حلو استمتاع بالجنس استمتاع بمنظر اشوفه شكل الوان جميلة متنسقة معايا اللي احنا بنسميه الشهوات صحيح دي نافذة الجسد الماديات الناس اللي عايشين في الماديات ومتريليستيك والحاجات اللي هو ان انا ابقى معايا فلوس وعندي منصب وعندي الشهوات دي كلها دي نافذة الجسد اليوم بالشيء بالشيء يذكر كنت اسمع حوار احد المشيخ يقول ان الملائكة اه روح الحيوانات شهوة او شهوة ايوه والانسان شهوة وعقل يعني انت ليه انت انسان لو كنت بس شهوة كنتك حيواني لو كنت بس عقل ملائكة انت الصراع عندك ما بين الاثنين احنا عندنا الاثنين ايوه والانسان شوفي الحتة دي المقولة رائعة على فكرة يعني هو التصنيف ده فعلا بيدي بيدي وعي ان احنا كرمنا لهذا السبب ايه انت لا ملائكة ولا حيوانة انت على فكرة الملائكة ما عندهاش اه مشيئة ما عندهاش خيارات اصلا وعندهاش خيارات نعم عارفة عارفة ملائكة عبارة عن ايه لو دينا مثال يوضح سورة شوية زي سوفتوير ايه ينفذ اللي هو اتعمل عشانه صحيح يعني انستجرام بيعمل انستجرام بس مهم فيسبوك بيعمل فيسبوك بس صح زوم بيعمل زوم بس صح فده الملائكة الملك الموكل بشيء ما بيعملش غيره فعلا وظيفة عنده وظيفة ما عندهاش خيارات فهمها قصدي صحيح احنا كإنسان كرمنا على المخلوقات واخترنا عشان كده العلماء بيقولوا ان الانسان باختياره لما يختار يعبد الله هو افضل من ملائكة لانا ما عندهاش خيارات ما يعرفش ما يعملش غلط ما يعرفش يعمل غلط قصد ما عندهاش اوبشن صحيح وبالتالي لما كون مدرك بقى ان احنا عندي الجانب الجسدي اللي هو الجانب الحيواني والجانب الروحاني بقى ما هي ده الباب التاني بقى ان النفس بتتغذى بتتذوق صحيح بتستمتع بالاشياء القيامية ايوه والاشياء القيامية هي اللي بيطلق عليها الروحاني صحيح ان فعلا هي القيام عمرك ما حسيتها الله عليك لمستها من داخل هو شيء جوه ايوه فكل ما زودت الاشياء القيامية باختلاف تنوعها زي ما فيه تنوع في الخضار والفكهة فيه تنوع في القيم فعلا زي ما التفاحة لها طعم والمانجا لها طعم والبطيخ لطعم وانواع الخضروات لها طعم وفيه مالح ومر دي الحاجات الجسدية اللي مش مدرك بقى الروحانية ما يعرفش ان فيه تنوع كبير في الجانب الايجابي القيمي وبالتالي مضيع على نفسه اقدر اقول تسعين في المية بلا مبلغ هي اكتر بس خليها تسعين عشان تكون متقبلة عند الناس بيضيع على نفسه تسعين في المية من انواع مشاعر وتذوق ما يعرفش عن الحياة وهما دول بقى اللي بيعيشوا الوحدة اللي بيعيشوا حالة الضياع حالة الالم والمعاناة اللي بينحرفوا يا دكتور لانه مش قادر يدوق الكلام ده مش قادر يحسوا مش شايفوا اصلا صحيح فلما انا كون مدرك بقى ان الفن بتنوعه كل نوع من الفن بيلعب على نوع معيم الاحاسيس صحيح يعني لو انا النهاردة بتفرج على لعيب كورة مهم في فن اسمه فن المروغة بيعرف يرقص ويلعب كورة ده نوع من الفن اللي بيعدي يا عم دول شوية اربعة بيجروا على كورة يا عم فين مشاعرك ماذا فن صحيح ان انا اقدر خلي بالك فن المروغة في الكورة القدم مختلف عن فن التزديد اللي بيستمتع بدا بيحس مشاعر احنا بيبلي دي ولك بيتمزجه صح بتخليه مبسط غير اللي بيستمتع بانه كيف بيشوت الكورة عشان يسدد الجون ايوه انا هنا جربت نوعين مختلفين من المشاعر صحيح طب خدي المفاجئة بقى ولو شفت فن التناسق في الفريق ايوه وهم ازاي بيقدروا كل الفريق في حالة متنسقة بيبدأوا كلهم بينهم هارموني كده بيدي احساس ده نوع تاني خالص ولوحة فنية بيحدداتها الله عليك وخلي بيك انا اتكلمت عن ثلاثة في ماتش واحد صحيح بيده ثلاث انواع من المشاعر مختلف فاللي بيستمتع ليه في ناس بتدفع فلوسه بيروح يحجز كاس العالم خلاص داخل اهو صحيح بيها مشاعر برضه بس مش اكتقام تعصب في فرق كبير الله عليك يركزي معايا شوفي اللي رايح يستمتع بالفن مش هتعصب ايوه هو يعني بيستمتع بالكرة الحلوة التعصب انا رايح عايز فريقي يفوز صحيح انا رايح عشان الايجو الايجو الفريق بتاعي ده اعظم فريق ما نخسرش انا رايح في بعض الناس يروح عشان يستمتع برؤية الاخر مهزوم متعلم صحيح ده اللي بيتعصب ايوه صحيح اللي رايح بيتفرج على روحة فنية ده لما يلاقي الفريق التانية ممكن يروح ياخده في حض وقوله معلش هارد لك احنا استمدعنا الروحة رياضية بيبقى فيه على فكرة اللي عنده مشاعر مرهفة مايعرفش يغل صح مايعرفش يحقد مايعرفش يحسن صحيح صحيح سبحان الله فتقولي دي بقى مشاعفين تعاين مع ربنا ده اللي بيعلي التعامل في الروحانيات لو انت بقى رايح لربنا بتعمل عباداتك بالكوكتيل الرهيب الرائع بالمشاعر دي هتدوق مع ربنا مشاعر غيرك ما بيشوفهاش دوق النعيم مشاعر رهيب النعيم حرفيا الله عليك النعيم حرفيا فلما انا ابدأ اتفنم بقى وابدأ اشوف انت عارفة في بعض الناس دلوقتي مثلا تقولك ايه انا بستمتع باني بتفرج على الحداد وهو بيشتغل ازاي لقوي نقطة وكيف مستمتع بشغل ومش عاد متدايق من الحرارة ومن الصوت الله عليك حاولك مثالين غليبين شوية عمرك شفتي مرة واحدة ستة كبيرة غلبانة بسيطة ففرحانة وعملة ترقس كتير بتعملك ايه هنا جوا بتعمل حالة من ال بهجة رهيبة صحيح وخدي المفاجأة بقى بهجة اضعاف مضعفة من واحدة محترفة روسية ولا اوكرونية ولا بقى غير جنسية بقى وجسم ايه ودرسة بقى الرأسة ازاي دي بتدي شهوة صحيح مش فن مش بهجة عشان كده اللي فاهم المشاعر دي وفاهم الفن هذي روحانية جسدية الله عليكي فالناس ما عندهمش مش واخدين بالهم الفرق من الاتنين صحيح عشان كده لو حد سمعيني بقول الرأس فن وهو بيبص عليك ايه دخلنا في دين مش بكلم عندي خالص انت مش واخد بالك انا لما شوف بنتي الصغيرة بترقص ولا حد عنده سنتين طفل بيسمع موسيقى وبيرقص انا بستمتع صحيح ده رأس اهو ده الفن الله عليكي فتلاقي بعض الناس بيروحوا مثلا للأوبرا يقولك يا عم ايه العمال يجعر بصوته انت مش فاهم انت مش مدرك هو بيخلي بالك بق اللي عنده احاسيس مرهفة ما بيحطش احكام ايه على ال مش احنا نقوله الفن مجموعة من المهارات حد بيعملها لإيصال عواطف ومشاعر معينة يستحف مشاعر معينة فالشخص مرهف الاحاسيس لما يروح يتفرج على حد بيعمل كده ما بيحطش حكم ولا جوج منت على السلوك هو بيسأل نفسه يا ترى هو عاوز يوصل ايه ايه فبيغوص بينصد بيعمل فن الانصات والصمت ساعتها المشاعر عنده هتتحرك هيلقط اشياء عارفة الفنانين الكبار يقولك دايما ايه انا ما ينفعش اشرح العمل الفني بتاعي ده يقصد ايه المفروض هو مفسر نفسه لا لاني لو شرحته موصش ابقى قتلته ايواء ليه بقى لان هو عاوز يوصل المشاعر جواه في عمل فن اللوحة فنية عايز اقولك لو في عشرة بيتفرجوا على اللوحة دي العشرة هيتولد عندهم عشر انواع مختلفة من المشاعر على الاقل لو من حد تولد عنده ثلاثة وحد عنده اربعة وحد عنده اتنين وحد يجيله زكريات قديمة وحد من ايام طفولته وحد من ايام الجامعة وحد من ايام الجيش لو كان داخل الجيش وحد مشاعر حزينة على مشاعر ايجابية الحالة دي هي اللي تديله المتعة فلو الفنان شرح المقصود بيقتل كأنك درس شرحته ومش فن عشان كده الناس المتشددين انا بحب اسميهم غلاظ القلوب خلاص حط ربنا سمها كده خلوبهم كالحجارة او اشد قسوة فالقلب المتحجر هو القلب الذي لم يتغذى على انواع مختلفة من الفنون لم شوفي بيقولوها يعني لما بتسمعي كلمة فن عند الفنانين الحقيقيين استخدموا كلمة انا وقفت قدامها شوية وهو اقولك مفاجأة الوقتي يقولك تذوق الفن ايوه تذوق تذوق انتي عارفة ان اقعدت مرة اعمل بحث يعني جانب المشاعر عندنا في علم النفس جانب كبير جدا اكيد فاقعدت مرة اعمل بحث لما المشاعر كبيرة ومهمة جدا كده قلت اعمل بحث في القرآن عن المشاعر لقيت ان ما فيش بني آدم في القرآن بياشعور امال ايه لقيت معنى الشعور في القرآن معناها مختلف عن الشعور في العالم اللي هنستخدم في القرآن ربيحة عارف اقولك ايه الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ايوه ايوه معايا الشعور في القرآن هو الادراك ايوه لا يدركون كأنا لا يدركون كل ايات الشعور بتتكلم عن ما نسميه في علم نفس الادراك الوعي العالي ولانه لا يوجد بشري على وجه الارض سيكتمل ادراكه لن تجدي شخص يوصل بقناه يشعر كلها لا يشعرون يعني هي الدلالة على عدم اكتمال الادراك الله عليك اللي احنا بنسميه في علم النفس الشعور في القرآن سمتدوق ذوق العذاب ذوق الألم ذوق البأس ذوق وبال أمره ذوق الموت يعني شعر بالموت شعر بالموت شوفي شوفي الدقة بقى أعلى وصف للمشاعر اسم التذوق والفنانين لقطوها وقالوها لأنه حسوها بفترتهم النظيفة بفترتهم الله عليك عشان كده كلما الإنسان نمى المدارك الحسية عنده الفنية كلما أدرك في آيات كتب ربنا في كل الديانات ما وراء الموضوع هيودرك على فكرة لما تدخلي فيلم مثلا ممكن تيبقى تتفرجي المخرج عامل المشهد خلي بالك اللي فاهم العملية الإخراجية بالتم إزاي هيودرك إن مفيش شوت أو سين بيتعمل في أي فيلم إيه لما يقعد يتجهز له فترة طبعاً ما بين دي كورات والنوع اللبس والإضاءة والألوان والموسيقى صحيح إذن هو عاوز يوصل حالة فنية عاوز يوصل شيء صحيح فأنت قاعد والله الفن مش هادة فيها عام مش عايز يفيدك أنت هو عايز يوصل حاجة يعني الفن هعيد الجملة تاني أنا عاوز أعيشك واستحف عندك مشاعر معينة صحيح لا عايز يفيدك ولا درة فأفرحك أحزنك الله عليك أبكيك أستحف عندك مشاعر معينة يا سلام بقى لو فيها فاية أوكي دا حاجة إكسترا مش هو دا الغاية صحيح فاللي مش فاهم بيعنده مشكلة في الحتة دي فعلاً اللي فاهم بقاعد يتأمل كل لقطة هي هو ليه اختارها كده طب ليه خد لقطة الكاميرا بالشكل الفلاني بيحس مشاعره بيغوس في الفيلم بيحس حاجات مختلفة عن غيره وبيعيش كل فريم يعني كله الله عليك عشان كده من ضمن التمارين دا الواحد المفروض يعملها عشان يبدأ يستحف الأحاسيس المعينة الجواه ويبدأ يبقى مرها في المشاعر منقول له مثلا هات مقطوعة موسيقية ويبدأ اسمعها ويقول يا ترى الموسيقى دي بتعبر عن ايه لو في مشهد هيتعامل دلوقتي تمثيلي هيبقى ايه ايوه انت تركب الموسيقى على المشهد انا عايزة اتخيل الموسيقى بتتكلم بتقول ايه ايوه غوص قعد جوه ممكن حد يبقى قاعد في مطعم مسلا وبعدين فجأة تلاقيه بيمسك الشوكورة المعلقة وامسرحان صحيح المعلقة كلمته هو حس حاجة معينة في شكل الفن اللي معمولة بيه المعلقة اخدته جدته جدي ولما كنا قاعدين زمان فم اعرفش فين هو ده الفن اللي لم ينمي هذه المشاعر والله عايش مسكين هقول جملة قاسية شوية عايش اعمى مش شايف مش مدرك مش حاسس انا فلما الانسان يبدأ ينتبه بقى ان انا طول الوقت هبدأ اول ما يعني هقول جملة كده ممكن يا اللي بتسمعني اول ما تسمع قبل ما تسمع الحلقة لو سألتك ايها الفنون هتلاقيهم عندك اربعة خمسة صح وكلهم في الاخر لو انت متشدين حرام او غلط يا عم في ايه صحيح انت ليه خدتها من جنب الشهواني صحيح كوني مزهلة الفن شوفي في علم النفس انا بنتكلم عن عيش اللحظة عيش اللحظة عيش اللحظة هو الحالة اللي اكتشف علماء النفسة مؤخرا انها من اعلى انواع المتع وايقاف الالم في الحياة ايقاف الالم صحيح لانا لا تفكر في بكر وانفكر في المرحة اصلا الالم لا يتولد الا عندما تنفصل على اللحظة صحيح فعلا احنا يمكن معظم اه تجاربنا السلبية او عدم استمتاعنا في الحياة ان احنا فرحانين خير اللهم جعله خير عشان خيفين من اللي جاي ايه عشان قلقانين مرعوبين ايه اللي هيحصل انا ضحكت اليوم الله عليك ليه لان هو مش عارف يعيش اللحظة هو خايف من اللي هيجي بكرة صح يا عم خليك هنا عيش عيشها استمتع بيها مين بتقول خايفها من بكرة واللي هيجرأ هي دي النقطة بابا ايه عشان كده لو ان الله خصت بسرعة يعني هقول منظور مختلف عن المشاعر دلوقتي من من وجهة نظر عايش اللحظة اللي عايش اللحظة الحالية بيبقى عايش متعة وبهجة ملهاش مثيل شوف اللي قاعد مش عايز يعمل اي حاجة بس قاعد بيستمتع من البحر صح في حاجة بتحصل هنا مناش تقولك ايه الاهبة للقاعدة نجد دي اسم الهباء فاكرة زمان كانوا عايشين ببساطة صحيح بيسر مش بيجروا في عصر السرعة اللي احنا في دلوقتي ايه فعلا في سكينة في شخص مثلا ايه طالع قاعد في الملكونة جباية الشاي جباية الشاي حتت ورقة النعناع جانبك ايه 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 ايام ايه 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 قاعد عمي تأمل في السحاد صحيح صحيح استمدع في لوحة فنية كدامه فعلا. السحاب لوحة فنية. صحيح. ملهاش مسيل طول الوقت. صحيح. اقولك على معلومة غريبة. اكتشفها فنان. وانا معمري في حياتي ما خدت بلي منها. وبعد ما اكتشفت المعلومة قعدت تتبعها وصورها بالكاميرا عشان يتأكد. وطلعت حقيقية. ايه? واحد قاعد بيتأمل المطر اللي على ازاز عربيته هو واقف اشارة. فعمل يتأمل حبات المطر على ازخات المطر معي. اكتشف ان طول الوقت مستحيل تلاقي قطرة زي التانية. فعلا. انا صورتها. انا جبت الكاميرا وصورت كمية نقاط مطر على الازاز ولا واحدة. عالفوت شو بعتك ولا واحدة زي التانية. شو فيه الاحساس اللي عنده المرهف اللي وصله للادراك ده عامل ازاي? صحيح. نافذ البصيرة. الله عليك. شوف تلك ده زي? الاحساس المرهف هو اللي بيسمى عند العرب الفراسة. صحيح. بيعلي الفراسة. اتقي فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله. يرى ما لا تراه انت. فعلا. فعلشان تكتمل الفراسة عندي لازم كل شوية وكل فترة استحف نوع معين من الفنون. عشان اتذوقه وادوقه واستمتع بيه. يعني والروحانيات ترتفع بكلمة يعني كلمة ايمانك زادت كلمة فراستك زادت كلمة روحانياتك قلت والناس تستغرب هو كيف يعاف له مش ساحر. هو في علاقة حلوة ما بينه وما بينه. هو لقط حاجة انت مش شايفها. فعلا. شاف حاجة يعني هدي مثال. لو انا النهارده اديت بنج او مخدر لبعض الناس. ايوه. فاصبح الاحساس عنده قليل. متخدى مش حاسس بجلده. صحيح. وقاعدين احنا الاتنين في غرفة. امم. وانت انا قيل يا جماعة الدنيا برد قوي. امم. هو مش حاسس. وانا بقول سحر. صحيح. بس انت مش حاسس اللي انا حاسه. فعلا. يعني ليه بعض الناس اللي بياخدوا المؤادة المخدرة. بيتخدر عنده الشعور. صحيح. فتصبح كل حاجة حاجة واحدة. فعلا. كل حاجة شبه بعضها. ده بابتكلم على المدمنين. ايه. كل حاجة بقت حاجة شبه بعض. ولو بكون عندهم لا مرؤة ولا نخوة وعادي عادي يبيع اي امه وابو عادي يعني. كل حاجة شبه بعض. نعم. فهمها قصدي? وبالتالي بيبدأ يفقد مشاعر كتير ويحصرها في شيء واحد. يهم يحصل له بنسميها تبلد في المشاعر. مم. ما عادش بيعرف يحس. وده. ابشع عذاب في الارض. اللي بيسمى في القرآن الجحيم. ايوان. الجحيم جوانا وبينعيشوا هنا. قبل هناك. لسا. يعني الايات اللي في الكتاب اسقطتها دنيوية. سبه الله. قبل ما تكون اخروية. فلازم نحسها وندقها. صحيح. ندوق النعيم. الله عليك وندوق. ونبعد عن تلوق الجحيم. نفلس عايشين الجحيم هنا. صحيح. والغريب. وعاش الجحيم ومستني نعيم. كنت ايسا اقول لك. والغريب انه يظن واهما. ايوان. انك ان انا عايش الجحيم هنا وفي الاخر هخش الجنة. يا ابني انت انت حتى ما دولتش بدايته هنا. في ايه. اني عندي ما يقول لك ده صادمة لبعض الناس. بقول له. بقول لهم دايما. الجنة هنا. درجتك في الجنة اللي هتدخلها في الاخر. من اخر درجة وصلت لها في جنة الدنيا فوق. ما حدش هضحك عليك. لان في تلاعب حصل في مورفنا للأسف. دنيا دار العزيم والكفض هم اللي عايشين الجنة. مين قال لك كده? لما ربنا في القرآن بيقول متاع قليل هو المتاع اللي انت بتحسه وتلاقي فجأة راح بعد نص ساعة بعد ساعة ده معنى متاع قليل يا حبيبي. ايوان. اللي انت عايش فيه دلوقتي. ام. انك كنت جابة عربية فرحان بيها بعد نص ساعة ما عادش له طعم. صحيح. جبت لبس جديد وفرحت بيه بعد يومين ما عادش له طعم. ده المتاع القليل اللي ربنا بيقصده. اللي كفر بالنعمة وكفر بقيات ربنا ما بقاش مدرك. صحيح. فبيتكلم على هنا قبل هناك. عشان كده الناس الوعية بيقولوا ايه? ان في الدنيا جنة. ايوان. من لم يتذوقها لن يتذوق جنة الاخرة. انتبه. دي الناس الوعية. اللي فهم فقه صح ونفس صح وروحانية صح. الكوكتيل ده اللي اسمه الدين. على فكرة اقولك معلومة غريبة اممكن او مرة اقولها في اي حتة. وانا ببحث على مفهوم كلمة دين. اكتشفت ان ترجمته الانجليزية اللي هي. ايو. ملايش علاقة خالص معنا كلمة دين. في الانجليزية انت مرتبط بشيء. ايو. ملزم بشيء. ام. كلمة دين الحقيقية هي المعنى الاقرب لها في الانجليزية هو اللايف ستايل. اللي بتعيش ازاي. سبحان الله. اللي هو ايه دينك. ام. يعني حتى احنا في مصر دانا وخليوك انت دين ابوك ايه. ايه. اللي هو ايه السيستم بتاعك. صحيح. فالسيستم لايف ستايل ده كلمة دين. فانت بتحس الفن ده دينك. انت بتعرف تتعامل مع ربك صح ده دينك. بتعرف تتعامل مع نفسك صح ده دينك. بتعرف تتعامل مع الناس برقية وتحس. ام. الامهم ومعناتهم وتقدر تفيدهم. ده دينك. صحيح. الكوكتيل ده سمو دينك ايه. ايه. مش تشريع انت بتعمل شوية حاجات كده وتلاقي واحد بيحافظ على الصلاة والصوم والزكاة ومراته. ومبهدل الناس. لما يورك بقى راجع البيت ربنا يسر ويعدي اليوم على خير. صحيح. ده مصيبة سودة. صحيح. صحيح. وإساءة كبيرة. اه ده ده على فكرة. ده عكس معنى حتى الاسلام. صحيح. والدين اخلاق. الله عليك. اخلاق. يعني انا هدي معقولة غريبة شوية. الناس فاكرة ان كلمة الاسلام انا هقول كلمة كده. الناس بيتعاملوا مع الاسلام كجمعية. بمعنى. عارفة الاشتراك في الجمعية فانا معي كرنيه. ايه. ايه. اضوية. ايه. 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 واللي بيعمل حاجات الايجابية بس معدوشه كرنيه ده. هيخش جهانم برده. ايه كمانة بتقوله ده? الاسلام المعنى الحقيقي بتاعه هو اللي الناس بتحس معاه بسلام. هو من يعيش السلام. والناس بتحس معاه بسلام. عشان كده ما نسميهم الان مسيحيين او يهود او 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 او. ممكن يبقى عند ربنا اسمه مسلم وانت بتعرفش. مقصود ايه? لان كل الرسل ربنا بسمهم مسلمين. الله عليك. لو تتبعتي كلام ربنا في القرآن. كل الرسل ربنا سامهم مسلمين. صحيح. صحيح. فلو احنا ادركنا المعلومة دي وفهمنا الحتة دي. حتى في خطبة الوداع. مم. انما بقى سيدنا محمد شرح معنى الاسلام. قال المسلم من سلم الناس. من لسانه وايدي. فالانت على فكرة ممكن يحدث ما يقولك ايه اللي دخلنا في دي. مه انت عمرك ما هتعرف تعيش مع الناس في سلام. مم. والناس تسلم من ايديك كل سنة اللي بكون مرها في الحس. صحيح. صحيح. مفيش حد مرها في الحس يطلع يختب حد. صحيح. ولا يتنمر على حد. صحيح. ولا يقف لحد على السلبيات والاخطاء. ايوه. ده حد عنده مشكلة. ده عنده مشكلة في المخ في العقل في القلب. اهلا. في النفس. الله عليك. عشان كده بحكم تخصصي في علم النفس. لان انا بص على حد بيأزي حد. ولا يطلع حد مسلا بيعني مستتر بان ما حدش شايفه على سوشيا ميديا وعمل نيك نيه ما حدش فهمه يطلع يشتم ويأزي. ده مريض نفسيا. صحيح. ده ما عنده مشكلة في الاحاسيس. ده لم يتدرب على ان يبقى عنده حس مرهف. فعلا. هي دي المشكلة. وبالتالي شوفي الموضوع كلهم ربط في بعضيه. يبقى لو عاوز تعمل تخلي علاقتك بربنا علاقة حقيقية معايا. اتدرب لان ده الطريق انك تعلي الاحاسيس ورهافة حسك بتتبع فنون كتير مختلفة. ايوان. يعني شوفي مثلا كنت مرة مع اولادي في دولة اوروبية. فقولت اخدهم متحف. فانا قاعد مستمدعمها في اقومة. يا بابا يلا ما فيش حاجة. ملو. عايزين جيمز. مفيش جيمز. جيمز مين يا ابني? جيمز ايه هلا? هو عايز حاجة تلهيه. صح. على فكرة كل الحاجات دي ملهيات عن العيش في اللحظة. صحيح صحيح. شوفي نرجع تاني لما كنت بقالك هلخص موضوع المشاعر من من وجه النظر عايش في اللحظة. اللي بيعيش اللحظة بيعيش البهجة الحقيقية. نعم فعلا. اللي بيهرب للحظة الى المستقبل بيعيش الخوف. فعلا. القلق. القلق. نعم. التوتر. مم. الرعب. الفزع. صح. كل انواع الفوبيات. خايف ايوان. يبقى اللي عايش المشاعر دي معناها هربا من اللحظة. وبيبص على المستقبل وعايش فيه. ايوان. ورفضه كمان. اللي بيهرب من اللحظة الحالية. وبيروح للماضي. بيعيش الم. حزن. عذاب. وجع. احباط. معاناة. فاللي عايش المشاعر دي هو هربان من اللحظة الحالية. وبيجري للماضي. طب اللي عايز يهرب من اللحظة الحالية ومش عارف يروح ماضي ولا حاضر بيعيش ملل. ملل. اه زهق. له روحة الماضي هو كده يعني مش محن فيش ماضي هو في حاضر. فهو مش عايف يعيش اللحظة. ومش عايف يروح فيه. لما بتجهل الماضي ولا للحاضر يعيش زهق. يعيش ملل. مم. كل ده بيبدأ انجاز التعبير يكلس المشاعر. الله. والمفاجأة بقى. مم. انه كده بيدرب العقل. على انه يعيش الالم اكتر. ويعيش الحزن اكتر. دون الملل يعني. فينمي مستقبلات الالم عنده. وتزيد المصايب على الله. وبيطف في مستقبلات المتعة والله. مم. بينمي. ما هو بيدربه كل يوم. ايه. بينمي مستقبلات الالم. ومستقبلات الخوف. والفزع. فتلاقيه سهل جدا يتألم. ومعرفش يستمتع. صح. طب ليش يا دكتور ليش الممكن الواحد يبكي على الاطلال. ويخاف بالبكرة ومش عايش اللي احنا فيه الحين. لانه ما تدربش يستمتع بالفن. يعني انا بقول لأي حد يسمعني دلوقتي. مم. ايا كان انت فين. في جنبك حاجة فنية. ايه كي. ان شاء الله شكل السماعة. مم. ما اللي عاملها. ليه عاملها بالشكل ده. صحيح. لو انت في عربية. مقود السيارة اتفرق. تأمل الفن اللي فيه بس كده. صحيح. قعد كده. صحيح. تأمل الشخص اللي قاعد بيصنع المقود ده. ليه اختار المادة دي. مم. اش معنى? صحيح. ليه اختار اللون ده? اللي عامل اللوجو. مم. لو انت في السيارة. اللي عامل اللوجو السيارة بتاعتك. كان كان عاوز يوصل فكرة ايه? اش معنى? مم. غوز بس حتى لو ملاقيتش. مم تفكر. كونك قاعد بتعمل فن الانصاط. مم. والصمت. وبتحاول تستحف مشاعرك هتبدأ تنمو. دكتورة اللي في القراءة اللي تتدبرون. الله عليك. الله عليك. شو بي سمح? انت قلت حاجة خطيرة جدا. تذوق الفن. مم. هو اداة من ادوات التفكر. والتأمر. نعم. يعني انا عمري ما عارف اتفكر في خلق السماوات والارض. ولا هتفكر في اللي ربنا خلاوه. قبل كده مش ربنا قال قل سيرو فرؤدي فانظروا كيف كان عاقبة والذين خلاوه. نعم نعم. ما انا عمري ما عارف ده انا متأمل. ومش عارف اتأمل لما امشعل المشاعر واحاسيسي وطلعها جوايا. نعم. فالمتأمل ممكن هو دي بص بيطلع على فكرة. معظم الفنانين. اللي بيشتغلوا مسلا في في الارت داريكشن. في في الليبس. في الديكور. بيبقى بيتأمل او في الديكور بيتأمل في الطبيعة. بياخذ من الالوان. فعلا. وبيعيشها وبيعيشها وبيغوص جواها. فتلاقيهم طلع منها فكرة. يعملها في منتج. صحيح. الناس من برة تقول واو. صحيح. وتلاقيهم ايه لك كلمة كده تلاقينا بتقل دايما. مستوحى من كزا. صح. هو عاشها. صح. وانت بتعدي عليه كل يوم ما خدش فيلك منها. صح من طريعة. الله عليك. ايه. انت بتعدي عليه كل يوم. لانك لم تنمي هذه المشاعر مش عارف تعيشها. وليه دكتورة حتى نحن التعود على النعم يفقدنا الاحساس فيها. طبعا. ما هو التعود على النعم. لان انا بتعامل مع النعمة بشهوة. مم. بجسد. باشباع شهوات بس. ايه. يعني لو جربنا النهاردة. قعدنا كده. مم. من ضمن الامثالة العملية بقى قلنا اول مثال عاملي موضوع الموسيقى او حاجة ممتعة يا سيدي. اه صوت البحر. ايه. معايا. ابدأ تأمل. ادخل بس حتى. ما تروحش حتى البحر. وتسمع صوت بحر. لأ. ادخل اونلاين. واعمل على امواك بحر. هتلاقي كل صوت بيدي بيدي معاني مختلفة. في بحر تحس نهايج. ايه. بحر تحس نهايدي. صحيح. البحر بيقول حاجة. اسمع بس صوت الموج في كل فيل هيطلع قدامك. وبس تأمل كل صوت بيقول ايه? مم. والدبر. في اه مرة بالنوتة كده بتعامل معها قالتلي جملة جميلة جدا 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 ربنا بيذكرها بالخيلة وبتسمعني هتضحك لقتي. كان بتقول لي بابا. وانا سرحت في الكلمة بتاعتها دي رهيبة. كان بيخليها ننزل نعد في الكافي شوبس. ويقول لي عودي بصي على الناس اللي حواليك كده. من لبسه. من شكل اللي بيعمله. وحسي هو عايش ازاي? بيعاني من ايه? متضايق من ايه? نفسه في ايه? بس. من وين 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 صغيرة. انا ليه ليه عرفت ما هي معلومة دي? لان البنتي دي كان يعني هي بتتكلم. مرهفة. كان بتقول لي انا دخلت بزنس كتير وبتعامل مع الشركات درجة ان في حد رجل عامل كان لما يجدخل بزنس يجيبني يقول لي ايه رأيك كمد ولا لأ? ايوة سبحان الله. قلت لها ليه? ازاي عيتلي انا باعد مع الشخص? لو قلت لأ هيطلع لأ. لان هي نمت حاجات انا ما عرفهاش ولا حتى تغيري عرفها. نمت حواس التعامل مع الناس. نمت حواس معينة بتقرأ. في رأسه. الله عليكي. لان من بدري القب بطريقة بسيطة عشان يعمل حالة من الهارموني بينه من اولاده وتعاون معهم وفي مشاركة اودانية معهم. بدأ يا ربي عندهم المشاعر دي. انت كده بس تأمن. يعني كأنك بذل ما تعلم عيالك بس لغات وثقافات لانت تعلمهم ثقافة فهم الاخرين. ايوه. ودي حتى. والاحساس بالاخر. ربنا قال لنا اننا جعلناكم شفعوبا القبائل اللي تعرفوا. فلما انا ابدأ اتعرف اتفرج على ما بحطش احكام. عشان كده وضع الاحكام هي نضارة سودة من الشيطان مخدر بيدخل الشيطان بسرعة يخليك تحطه لايقاف مشاعرك عن انها تكون مرهفة. طيب اعلقت بالفرست امبريشن او الانطباع الاول. خلينا اقول جملة في الحتة دي. ام. الانطباع الاول هما بيقولوا ان الانطباعات الاولى تدوم. ام. والكلمة دي مش حقيقة. خلاص? يا ما سمعنا يا اخي اول ما شفتك اول مرة شفتك حاسيت انك عبيت تطلعت عبقاري. صح. صحيح. اي. يا اخي اول ما شفتك حاسيت انك انت يعني شايف نفسك ومغروض طلعت متواضع اول. صحيح. فانسي مقولة الانطباعات الاولى تدوم. ام. اللي بيحصل ايه? اللي عنده سرعة في الاحكام. بيحط احكام سريعة. ايه. فبيضيع. اللي عنده مرهف حس احساس مرهف. مفيش حاجة عنده اسمها الانطباعات الاولى. هو بيعد. ويهدى. ويسمع. وينصد. وبعد كي بيكون صورة. ايه. والصح. ما بيطلعش حاجة سريعة. ام. فهم اقصوا دي? ام. وده الصح. ام. وده اللي دايما. ده اللي ممكن قدر اقول بقى الانطباع بيهدوم. ايه. لانه بيكون صادق. لانه ما خدش الاشرة اللي برة. ما خدش الموضوع من السطح. صحية. هو غاص في العمق. تجارب. وادرك. الله عليك. ادرك. وهو ده. اللي لما بيعرف يستمتع. بيستمتع. عارفة في ناس. اه في موزيع مش هقول اسمه بس هو ما وانا بحكي هيعرفوه. اوكي. لما بيطلع بياكل. في الحلقات. بياكل الاكل. او اه. او بيوصف الاكل. انا بستمتع لاستمتعه بالاكل. اللي هو بيقدم الاكل. لا. هو موزيع مصري مشهور يعني. وعلى فكرة برنامج بتاعه برنامج سياسية عشان. بس يوم ما يوصف الاكل. بتجوع. انت بتجوع. ده عنده احساس لانواع الاكلك. تنزل كده تاخد الطبق والطبق. وهو بيوصف بيوصف لك الاحساس اللي هو بيدوقه مع المشاعر. اقول في الصراع انا ومراتي بعد ما اتجوزنا. لان انا كنت بتعامل مع الاكل كبنزين. كبنزين. بنزين يا عم انا عايز اشحن انا وانا نعود بقى تعيبيني مع ايها دي لي يلا. مش مهتم بالميني ما نفعل. كنت بتخنق معها لو طاعت الاكل من التباية عشان تتسخنوا احسن بالله انا عادت في الجيش. سبه الله ايوه. احنا في الجيش دخلنا تدريب بساقة فانا كلت فرخة نيين. معي كلت تعباج يعني مساكلة تعباج كده قصار انا بسناني كده وقطعت رقابته ودقته. على فكرة مو احلى من فرقة شوقة فعلي. على فكرة ممكن حدي كنت يتقرف انا دقت المشاعر مختلفة. ما تحط لقاش حكم. ايوه. لو تحسيت بقرفة عنها انك حطت حكم. هو مشاعر غريبة جديدة. هتاكلها تانية ولا لا لا بس ما تحطش حاجة تخليك تحس النفور. انك ارفان ايوه. الغريب بقى ان انا بعد ما خلصت الجيش. اتغيرت. اتغيرت. ما عدتش باهتم بتعم الاكل. لدرجت ان انا بعد الجيش بقيت ممكن اطلع على الاكل من التلاجة سائع اكل ومش فاني معايا. انا كانت تقبان يعني. الله علي لما ادركت بقى لا يعني. انت انا الاكل غير انه طعم وحلو. بيدي مشاعر مختلفة. فعلا. فبدأت استطعم وستطعم. تتذوق. مرورتي بقى عايشة في جنة. الله عليك. وبدأ استطعمت الله عليك. حلوة دي. لا دي لو كانت تحط فيها. الله ده انت حسيت ان. حسيت التوابل اللي بقى. كنت بزدد. من غير ما استطعم. عارفة بيساميه في حيات من نفس بيحس بتعم الاكل في المعدة. في المعدة ايوه. بعد ما ينظم. فالغريب ان بعد كده لما بدأت بقى اركز على الاكل الرو والحاجات الطبيعية الخضروات الطبيعية الفرش. اكتشفت ان الخضروات الطبيعية الفرش. كل نوع له طعم لوحده مختلف عن طعم الفكهة او الخضار التاني. مهم. وبينمي حاجة جوانا. مهم. يعني عايز اقول معلومة غريبة شوية. اكلك لكل خضار على حدة. الخيار لوحده. ايوه. الجزر الوحده. مش صلطة. مهم. خد المفاجأة. مهم. البامية الناية الوحدها. نية. الكوسة الوحدها. مهم. بيدرب الاحساس عندك على تذوق طعم كل شيء على حدة. وبينمي عندك الادراك. غير الصلطة. وانك. مهم. يعني احنا في الاكل نحط كله توابل في اينا عايشين حتى. كلنا نقول اكل. توابل معينة فحصرنا الاكل في اشياء معينة. صحيح. صحيح. عشان كده بقول تفنن في انك توسع. مهم. المدارك والاحاسيس بتاعتك. وتحس مختلف انواع المشاعر. كونك حسيت مختلف انواع المشاعر. الادراك عندك هيعلى. الروحانيات عندك هيعلى في اعلى حالتها. النفس هتتتفوق مشاعر ايجابية طعمها ايجابي لما تعمل اشياء قيامية اعلى بكتير. وبالتالي هتعيش جنة. لما تيجي تتعامل في عباداتك بقى الدينية. هتدوق طعم ممكن تكون بقى لك سنين مش عارف تدوقه. حتى انك انت تركز في صلاتك وانت تصلي. ركز مش يعني مش عبادة مش عادة يعني. الله عليك. عشان كده اللي عنده مشاعر مرهفة كل مرة وهو داخل يصلي. هو بيعمل صلاة صال. صحيح صحيح. بيحس بنوع اتصال مختلف. بقى حسيس مختلفة. لما بيبدأ يتفنن في اختيار حتى الايات بتدي له حالة مختلفة. صحيح. هتدعي تطلب ايه? مختلفة. كن فاهم مش حافظ. فتبقى الخبرة اللي عليكي. فتبقى الخبرة كلها مختلفة. وبالتالي مستحيل هيسرح. صحيح. انت عارفة ان السرحان. ايوان. هو وسيلة من سميمي كان لازم الدفاع في علم نفس. ايوان. علشان انت مش عارف تستمتع في اللحظة بياختك بقى في حتة تانية. ام يا الله. يعني مستحيل حد يكون بيتفرج على فيلم بيحبه. وايسرح. صحيح. انا مستمتع. صحيح. مستحيل حد يكون بياكل الاكلة ممتعة وايسرح. صحيح. اللي بيسرح دي علامة بتبين لك انك عندك مشكلة في ادراك الواقع. عندك مشكلة في الاستمتاع بالواقع. اللي عاوز ينمي الاحساس المرهف عنده. مم. يقعد مع نفسه كده بروآن. ويبدأ هقول مجموعة كده من الفنون. ويبدأ تفنن انك تستمتع بيها. وخد وقتك. لغاية ما الاحساس ينمو في دي سيبها وروح غيرها. تفنن في انك تتفرج على الحياة الشعبية. مم. تفنن في انك تتفرج على اختلاف المعمار والفن الهندسي في العمارة. مم. تفنن في انك تشوف المواهب الفردية اللي الشباب بيعملوها في برامج المواهب. الناس الفن ده طالع ازاي? الالعاب السحرية. طبعا. ابدأ تفنن كده ايه المشاعر اللي هتجي لك وانت شايفه بيعمل ايه. نعم. وعنده مهارة في الحركة. تفنن في انك انت نفسك. تبدأ تعمل العاب توازن. يعني الالعاب اللي عارفها السرك? نعم. كل ما انت بدأت شوف اللي بيستخدمه الكرات. نعم. نعم. ابدأ انت تفنن في انك تتدرب على حاجات زي دي. لانها هتعلي عندك احاسيس ومشاعر مختلفة. ام. ابدأ لو شفت مشهد على السوشيال ميديا. من اللي انت فاكره بيدحك. قبل ما تضحك قولي يا تارى الشخص اللي اتعمل فيه المقلة بحس بايه? حاسيس بايه? ايه المشاعر اللي عنده? حس بس كده يا تارى هو عايش احس بايه? عشان يبقى احساسك مرهف. مش تعيش اللي هو عايشه. لا. حس بس هو عايش بايه? اعرف. اللي احساسه مرهف. لما يلاقي حد متألم بيحس بحالة من الحب والرغبة في الاحتواء. صحيح. دي مشاهد ايجابية عالية. صحيح. اللي احساسه مش مرهف. لو لقى مشهد في السينما بيبكي هيبكي ويعيش القلم اضعافه ويتعذب. فعلا. وما ينامش الليلة. لان زي ما قلتلك اللي احسي عنده بيتمدربة على الالم. مش مدربة على. صحيح. اللي احساس. الله يا بنت اللذينة. ده بتجابة المشهد صح? يا ربي على الابداع. يعني هو هو مركز في الداخل في العنق مش في القشور. العاشي الالم. ايه. وجاب بدأ يستحف مشاعر مؤلمة اكتر. مش دايق الحالة الفنية. ممكن يحصل تأثر اه. ده طبيعي. مامورها في الحس بيحس تأثر. بس مش يفضل. يقفل يفضل مكتئب عايش بقى في الم. يفصل خلاص. ومعناه ويفصل. نحنا فصلنا كمان. ربنا يا رب يجعل كل الناس ربنا خليك. مرها في الحس. امين. اللي مرها في الحس. هيفضل عايش طول وقت في جنة. وهيودع الالم والملل للابد. وهي يعيش نعيم لا يتخيله مخلوق. بابن الله يعني اتمنى ان كل اللي يسمعوني يعني آآ يعلوا الادراك كدكتور في كل شيء ويعيشوا. مهم جدا نحن نعيش اللحظة لان فعلا احنا اللي مخرب حياتنا احنا مش عارفين نعيش ونستمتع باللحظات. صح. سواء كانت حلوة ولا رمادية ولا بيضة ولا سواء المهم عيش اللحظة ولا تفكر في الماضي ولا تفكر في المستقبل. وتأكد ان تذوق الفن بيزيد الروحانية. صحيح. اذا هو احد ادوات تطبيق عبدتك لربنا في الارض. نعم بالله استمتعنا جدا يا دكتور معاك وشكري لك يعني هاللقاء الجميل. ان شاء الله انتكرر. اذا مشاهدينا كانوا طبعا ويانا الدكتور احمد عمارة استشاري الصحة النفسية. تمنى الحلقة تكون كانت اكيد غير المعتاد في اي شيء. يعني دكتور احمد عمارة قد نكون غير معتاد وغير اعتيازي. اتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامة. اشتركوا في القناة